بعدما عرفت مخزونات سدود ولاية غلزان تراجعا كبيرا في الآونات الأخيرة استراتيجية لاستغلال المياه الجوفية من خلال تدعيم وتأهيل عدة أنقاب لتأمين تزويد بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب الموارد مائية جوفية جديدة بإنجاز وتجهيز وكهربة أنقاب على تمست بلديات وكذا تأهيل 18 نقب كان متوقف عبر بي 15 بلدية لدينا مشاريع تخص إعادة تأهيل وتجديد شبكة التموين بمياه الصالحة للشرب بأربع بلديات لدينا مشاريع لربط الخزانات بأنظمة التزويد بمياه الصالحة للشرب لدينا مشاريع تخص تدعيم قدرات تخزين بالولاية بإنجاز سبع خزانات بسعة 3800 متر مكعب تأهيل تجهيزات لتحويل ستكاركار اللي رح يمون حداش بلدية هذا التحويل رح يسمى بقعد تأهيل هذه التجهيزات ستسمح بزيادة في الإنتاجها البلديات الغربية للولاية وخاصة بلدية يل التي تزود بمياه البحر المحلات استفدت من عدة مشاريع تخص توسيع ورفع مخزوناتها وهذا لتحسين تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب جسدت ست عمليات من ميزانية البلدية والبسيدين في سنة 2023 حيث مست ست دواوير وفي سنة 2024 تم تسجيل ربع عمليات مست ست ثمان دواوير بالإضافة إلى إنجاز نقب لتدعيم منطقة العوج بالمياه الصالحة للشرب هي مجهودات لتأمين تزويد ساكنة الولاية بهذه المادة الحيوية بعد تراجع مخزونات المياه بذل موجة الجافاف التي تضرب الولاية الغربية ترجمة نانسي قنقر